السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد هنشرح في موضوع مهم جدا الـ Hybrid Identity موضوع متكرر ومهم ومشترك مع أكثر من كورس كل اللي كان اشترك معنا في الكورس الـ Active Directory احنا كنا بنتكلم برضو على الموضوع ده ولكن يعني ما تكلمناش به بالتفاصيل وقلنا ان احنا ان شاء الله هنبقى نفرد لفيديو او اتنين علشان نغطيه تفصيليا كده لاهميته الشديدة حابب كمان انوه على موضوعين يا شباب الفيديو ده لو طال معانا يعني واحنا بنتكلم كده لو حسين ان هو الوقت بقى طويل هنضطر نعمل فيديو تاني او هنضطر نقسم الموضوع ده على اكتر من فيديو تاني حاجة الموضوع ده يا شباب فعليا مهم لانه بيتكرر في اكتر من منهج حنلاقيه في المية واربعة حنلاقيه في الخمسمية حنلاقيه في التلتمية واربعة حنلاقيه في التلتمية وتلاتة وحنلاقيه في الدابليو اس اه اه زير وان تو اللي هو الكورس الجديد بتاع ماكروسوفت الخاص بالويندو سيرفر الفين وتساعتاشر اند اجر هايبر اه انفرستراتشرا فعلشان كده هنركز مع بعض ان شاء الله وكمان على فكرة اه في الامتحانات انكروسوفت برضو بتركز عليه وان شاء الله في نهاية الموضوع ده هنبقى نتناول بعض الاسئلة كده علشان نغطي الموضوع طيب لو رحنا مع بعض كده سريعا علشان نقول ان احنا هنتكلم على الهويات المختلطة فوحنا ليه سميناها مختلطة؟ علشان هي بتبقى موجودة في اكتر من مكان موجودة عندي في الامبريم وموجودة عندي على الكلاود تمام؟ انا عملت لها من الويندوز اكتريكري اه راحت للأجر اكتريكري علشان كده هي تسمت مختلطة اول قاعدة لازم نفهمها الكلام ده احنا قلناه ولكن بنأكد عليه ثاني وبنرجعه مع بعض انه كلمة او مصطلح لا يعني لا لا هو اي اوبجيكت يمكن التحقق منه لكن الشكل اكثر شيوعا هو فعليا الوزر نيم والباسورد لكن ممكن تبقى ممكن تبقى ممكن تبقى ممكن تبقى ده يعتبر ممكن تكون سورة ممكن تكون اي شيء انا يمكن ان انا اتحقق منه انا بسميه في النهاية لكن الشكل الاكثر شيوعا ليه هو فعلا الوزر نيم والباسورد علشان كده خلينا بقى مع بعض نفهم هي الدنيا ماشية زي فيما يتعلق بالهويات المختلطة علشان نفهم اه الموضوع ده احنا لازم نعمل كده ليه علشان هنا اجر وهنا بتاعدي خلاص ده الويندوز ده كده الجزء ده كده الويندوز اه اللي انا اشتغلنا عليه وعارفينه وخلاص حفزناه الجزء ده هو احنا هنا لما كنت باخد اليوزر فعمله عملية وبرحله هنا كان ايه اللي بيتم اللي كان بيتم ان انا كنت بستخدم الاداة اللي اسمها الاجر اكتف ديريكتري كوننكت اللي هو ده او شكلها ده وده عبارة عن تول او كوننكتور كده بيربط الويندوز سيربر اكتف ديريكتري مع الاجر اكتف ديريكتري بيربطه ايه بيربطه كأوبجيكت بيربطه كهويات يا شباب مش عملية الربط دي بتتم كده لينك لا يعني بيرحل اليوزر الباسورد والجروب والاتريبيوتز من الويندوز سيربر اكتف ديريكتري بيطلعها الاجر اكتف ديريكتري خلاص تماما اليوزر لما كان بيطلع يا شباب كان بيطلع بنفس اليوزر نيمو الباسورد دي حاجة متعرف عليها يعني هنتخيل مع بعض كده ان في يوزر اسم يوزر وان الباسورد بتاع يوزر وان ده هي عبارة عن خلينا نقول مثلا باس وان اوكي لما خدته رحلته للكلاود طلع بنفس اليوزر نيم يوزر وان وباس وان يبقى السؤال هنا بقى هو مين اللي هيتولى فيما بعد عملية الاثيندكيشن يعني لما يوزر وان ده يحب يحصل على خدمة من خدمات الكلاود هل هو الاجر اكتف ديريكتري هو اللي هيروح يتشك على اليوزر نيمو الباسورد بتاعته ويشوف هي صحيحة ولا لا ولا هو اصلا طالما قريدي جيني من الامرين بيوزر نيمو باسورد فانا هسمح له ان هو يدخل هنا تكمن اهمية الموضوع او الحديث عن الهايبريد ايدنتي ليه؟ لان ليها اكتر من شكل يا شباب ليها اكتر من شكل عملية الاثيندكيشن بتتم باكتر من شكل هم تقريبا او مش مش تقريبا هم تحديدا تلات اشكال رئيسية ملهمش رابعة اول شكل هو البي اتش اس او الباسورد هاش سينكورنيزيشن خلينا نكتبها كده علشان نعرف بي اتش اس باسورد هاش سينكورنيزيشن الشكل ده بعد عملية الترحيل البي اتش اس اللي من جهة الامبريم ووديه على الاجر اللي بيتم في البي اتش اس يا شباب انه البيانات بتسجل هنا في الاجر بيانات ايه؟ بيانات اليوزر نيم وبيانات الباسورد والاتريبيوتز الخاصة بها فبعد ما مخلص او بعد ما ننتهي من عملية الماكريشن في نموذج البي اتش اس اليوزر لما يجي يدخل الكلاود الاجر نفسه هو اللي هتحقق منه فاليوزر يقول له لو سمحت انا محتاج ادخل وادي اليوزر نيم وادي الباسورد بتاعته فاجر ياخد منه الكريدينش يلدية ويروح يبص على المعلومات المتخزينة هنا عليه هو فلو لقيها صحيحة ومطبقة للي عنده اليوزر بي يتمكن من عملية اللوجين لكن لو لقيها فيها مشاكل او يعني غير صحيحة اليوزر هنا لا يتمكن من عملية الوصول ونخلي بالنا بقى انه الاد كونكت لما بينتهي من ترحيل البيانات من الامبريم يوديها هو ما بينتهيش دوره عند كده لا هو استيل بيبقى بيعمل عملية بين الامبريم وبين الكلاود كل دقيقتين كل دقيقتين ولكن الدقيقتين دول قد يصلوا لثلاثين دقيقة تمام؟ подم يعني to to terzy تماما طب وهو اللي بيحدد المدة الزمنية ديت قال لي اللي بيحدد المدة الزمنية ديت عوامل كتير أهمها الإجراء اللي بيتاخد على اليوزر في الأمبريم حد يقول لي ايه مش فاهم هقول لك طيب واحدة واحدة مش هنا كان فيه زراط في الجزء ده كده فيه زراط خدناهم من ايديهم كده بالايدي كونكت طلعناهم كلاود بقوهم هنا وهنا أيوة وعلشان كده تسموا hybrid أو مختلط تمام تمام هو اليوزر هنا اتدلت ولا لسه بقى ايه موجود موجود هنا وموجود برضو هنا صح صح طيب مش هنا بتعمله عملية management يعني الخاص بالويندوز مش ممكن يعمل لك ايوة مش ممكن يعمل لك ايوة مش ممكن يعمل لك ايوة مش ممكن يعمل لك اه فدي كلها عمليات بتتم فين في صح كده طيب العمليات دي تسمع في الكلاود ولا ما تسمعش قال لي والله هو هنا بقى المسؤول ما بعد عملية الماجريشن ان هو ياخد التحديثات الابديت اللي تم على اليوزر ويروح يكتبها تاني هنا ولكن ما بيكتبهاش كلها بيكتب الابديت فقط اللي تم يعني يوزر يوزر ما اتغيرده باسورد فيروح شايل الباسورد القديمة وكتبها العملية دي بقى بتتم من دقيقتين لتلاتين دقيقة زي ما احنا قلن على حسب العملية دي هي ايه هي اصلا لكن ما كتبت قالت انه غالبا غالبا عمليات الديسيبل فقط هي اللي بتطول يعني اليوزر اللي هنا او خلينا نقول اليوزر نوان ده اتعمل له ديسيبل هنا ما بقاش موجود او ما بقاش صالح للدخول فبعد كده لما يجي نفس اليوزر ده يدخل هنا على البورتل او على خدمة موجودة على الاجر خدمة مرتبطة يعني بالدمين بالدمين اللي عمله اللي تعمل له في الاجر فممكن يدخل بعد ما تعمل له عمليات ديسيبل ممكن يدخل ليه? لان العملية دي مسلا ما عيتش وقتي ما بتسمعش وقتي ليه برضو علشان انا هنا مستخدم نموذج البي اتش اس البي اتش اس تاني هو نموذج بياخد الكريدينشيل هي الوزر نيم والباسورد من ايديهم وبيطلقهم كلاود وبيسجلهم فين في الاجر خلاص تماما وبعد كده ال ايدي كونكت هو بيتولى عملية السنك اللي بين وبين الاجر ودي بتتم كل دقتين ابتو تلاتين دقيقة تمام كده يا شباب تمام النموذج البي اتش اس يا شباب هو الديفولت هو الديفولت يعني ايه? يعني لما حضرتك تيجي ترحل او لما جينا رحلنا في كورس مع بعض البيانات من الويندوز اكتب داريكتري طلعناها اجر احنا استخدمنا ايه? التول اللي اسمها الدي كونكت صح صح اول ما عملنا انستول هو طلب مني الكريدينشيل الخاصة بالاجر والكريدينشيل الخاصة بالامبريم اول ما اخدهم رحل البيانات وخلاص وفتحت الاجر اكتب داريكتري لقيته البيانات موجودة ده استخدم نموذج البي اتش اس ده الديفولت ده اللي بيحصل خلاص ده الاكثر شيوعا والاسهل استخداما والاقل تعقيدا ولكن من ضمن عيوبه ان قد تطول عملية السيكرونزيشن حتى 30 دقيقة وفي خلال التلاتين دقيقة ده ممكن يحصل ايه ممكن يكون يوزر انا فعليا اعيرت له الباسورد بتاعته ولكن هو استيل بيدخل بالباسورد المساكل في عجر او يوزر انا عملت له ديسيبل وهو برضو يقدر يدخل على البورتر بعد ما تعمل له عملية الديسيبل فديت المميزات والعيوب الخاصة بالبي اتش اس خلاص كده شباب تمام فهمت طيب في ميزة تانية اه في ميزة تانية الميزة الكبرى في نموذج البي اتش اس انه ممكن لو عندك الامبريم داون كلها كده على بعضها داون انت مش هتشيل هم لان اليوزر قريد طلعوا بباسورداتهم اليو بي ام بتاعهم والابتريبيوتز بتاعتهم فبالتالي هم موجودين كلاود متشيلش همهم لانه هم هيتمكنهم من الوصول حتى في ظل انه الامبريم عندك داون او حتى في ظل ان الكوننكت هنا في مشاكل لو مسلا مفيش انترنت واعتقد برضو في كورس مع بعض احنا اشتغلنا على الكيس ديت وكان طلع لنا ايشو كده وحلناها وكان حلها انه الايدي ما كانت شايفها انترنت ولكن الديوزر كان بيدخل عادي جدا. تمام كده يا شباب? ابقى كده خدنا اول نموذج معانا اللي هو البي اتش اس. وقلنا ان هو النموذج الديفولت لما باجي اعمل عملية واسرعة واحد في اسرعة واحد مش يعني ما بيحتاجش كتير يا شباب. ده هو فقط نيكست نيكست خلاص. آآ في ميزة بقى تانية قبل ما نختم الفيديو ده لانه شكلنا كده طولنا وهناخد النموذج التاني في فيديو تاني. في ميزة هنا البي اتش اس انه ما بيحتاجش اي عمليات اضافية او اي عملية ايجنت او سيربر تاني. فقط هو كل اللي بيحتاجه انه آآ بيشتغل على الايه دي كوننكت اللي هو هنا. الكوننكتور يعني فقط لا غير. تمام? وده كان اسئلة آآ او سؤال من اسئلة الامتحان. تمام كده يا شباب? يبقى كده احنا اتكلمنا على ايه? اتكلمنا على ايه? اعرفناها وعرفنا ليه تسميت ايس اصلا اه مختلطة. وعرفنا يعني ايه اصلا وخدنا الاول نموذج من نمازج الهويات المختلطة اللي هو ان شاء الله الفيديو اللي جاي هنتكلم على نموذج تاني اللي هو او اشوفكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته